أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها والتي تمثلت في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأدرار جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد على نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ وإنما أيضا على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ هو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية لمصر خلال الاجتماع أيضا أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية وذلك بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير